مع اشتداد حدة المعارك بين روسيا و اوكرانيا على كافة الجبهات اعلنت سلطات الاوكرانية سيطرة قوتها على قرية اندريفكا بمنطقة دونتسك شرقي البلاد يتذلك مع تأكيد مسؤولين عسكريين كبار ان اوكرانيا توصل حملتها الشقة لاستعدة الاراضي القريبة من مدينة بخمت التي تسيطر عليها روسيا وانها كبدت نظيرتها الروسية خسائر مادية وبشرية كبيرة على الجبهة الجنوبية ويشير محللون الى انه رغم المكاسب التي سجلت اوكرانيا العام المنصرم فان تقدمها تباطأ في استعادة الاراضي في الشمال الشرقي مؤكدين ان الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة اشهر لم يحدث فارقا كبيرا في حسم المعركة لصالح كييف من جانبه رفض الرئيس الاوكراني انتقدات الغرب بان الهجوم المضاد بطيء للغاية واعقته اخطاء استراتيجية مثل وضع القوات في الاماكن الخطأ على الجانب الاخر اوضحت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تمكنت من التصدي بثماني هجمات في الشرق بمناطق تتنازع السيطرة عليها مع القوات الاوكرانية جنوبي بخمر ويهدف التوجه جنوبا الى تقسيم الجسر البري الذي انشأته القوات الروسية بين شبه جزيرة القرم ومناطق اخرى تسيطر عليها في الشرق ونظرا لصعوبة الوضع على الارض تصاعد اوكرانيا من هجماتها في منطقة البحر الاسود حيث تفرد روسيا حصارا فعليا على الصادرات الاوكرانية المنقولة بحرا تحركات اثرت قلق موسكو التي تعمل جاهدة على رفع كفاءة اسطولها البحري حيث اعلن وزير الدفاع الروسي ان تحسين القوات البحرية يسمح لروسيا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة ترجمة نانسي قنقر